اشتركوا في القناة بسبب الاصابة بحسب صحيفة الموندو بورتيفو الاسبانية فان هازارد اصبح مستعدا للعب اذا قرر المدير الفني زندين زيدان الدفع به خلال موجهة ريال سوسيداد نساء الخميس في ربع نهاية كاس اسبانيا يخطط زيدا لمنح هازارد بضعة دقائق خلال المرحلة القليلة المقبلة كي يبدأ في استعادة لياقته تدريجيا حتى يكون جاهزا بشكل كامل مع بداية دور ستة عشر لدوري ابطال اوروبا الشهر الحلي حيث يستقبل ريال مادريد نظيره مانشستر سيتي في لقاء الذهاب على ملعب سانتياغو برنابيو شارك هازارد بالفعل خلال الاسبوع الماضي في تدريبات ريال مادريد رفقة زملائه وكان قريبا من خوض مواجهتين ريال ساراقوستا في الكاسي واتلاتيكو في الليجا مع ذلك فإن زيدان فضل عدم المخاطرة به حيث لا يريد الدفع به إلا وهو لا يعاني من أي شيء غاب لاعب فريق ريال مادريد داني كارفاخال عن التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة فريق ريال ساسينات في بطولة كاسي ملك اسبوانيا ويلتق الفريقان يوم الخميس المقبل في ملعب سانتياغو برنابيو في دور الربع النهائي وذكرت صحيفة ماركا الاسبونية إلى أن لوسا بلانكوس بدأ لاثنين تدريباته الاستعدادية لمباراة يوم الخميس المرتقبة أوضحت أن كارفاخال لم يشارك في التدريبات الجماعية رفقة زملائه وذلك بعد تعرضه لركلة في الساق اليمنى خلال مواجهة أتلاتيكو مادريد السبت الماضي في الدوري الاسباني أشارت إلى أن اللعب الاسباني اكتفى بالعمل داخل صالة الألعاب الرياضية لكنها أكدت في الوقت ذاته على أنه لا يوجد شيء خطير بشان كارفاخال حيث من المتوقع مشاركته في لقاء الخميس في بطولة الكاس كشفت صحيفة ماركا الاسبانية خطة نادي انتر ميام الأمريكي المملوك للعب الكرة الإنجليزية الشهير سبق ديفيد بيكام في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة قالت ماركا في تصريح نشارته أن بيكام يخطط لإبرام صفقة مدوية بضم لعبين من الطراز الأول إلى صفوف انتر ميام في الموسم المقبل كي ينافس بقوة على لقب دوري الأمريكي للمحترفين وأشارت إلى أن بيكام وضع الكروتي دولي لوكا مودريتش نجمي وسط الريال مادريد الإسباني والمهاجم الأورغويني دينسون كافاني نجمي باريس سان جرمان الفرنسي على رأس اللاعبين المطلوبين في انتر ميامي مع بداية الموسم الجديد ينتهي عقد مودريتش مع ريال مادريد بنهاية الموسم الحالي ولم يتم تجديد العقد حتى الآن وهو نفس موقف كافاني مع باريس سان جرمان إذ كان الأورغويني قريبا للغاية من الانتقال إلى أتلاتيكو مادريد الإسباني في سوق الانتقالات الشتوية المنتهية أخيرا إلى أن الخلافات المالية حول الصفقة أجهضت رحيله في الساعات الأخيرة من الميركاتو يسعى أتلاتيكو مادريد لإبرامي صفقة الكروتي فاركي تيتش من صفوف بارشلون خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الحالي بحسب إذاعة كادين السارة الإسبانية فإن أتلاتيكو مادريد بدأ بالفعل اتصالاته للتعاقد مع لعب خط وسط الفريق الكاتلوني أضفت الإذاعة أن راكي تيتش يعد هدفا ذو أولوية لأتلاتيكو مادريد خلال شهر يونيو المقبل وأشار التقرير إلى أن بارشلون كان يبحث عن مخرج لبعض اللعبين خلال مركات الشتاء المنتهي وكان راكي تيتش أحد هؤلاء اللعبين لم يصل لراكي تيتش أي عرض يقنع النادي مع البلوغرانا حتى نهاية الموسم كشف التقارير صحفية أن لعب فريق تشلسي ويليان يفضل البقاء في النادي الإنجليزي على فكرة الانتقالي لصف في فريق بارشلون الإسباني سينتهي العقد الحليل للعب البرازيلي في ستانفورد بريج في يونيو المقبل وارتبط ويليان أكثر من مرة بخطوة الرحيل على البلوز خاصة مع عدم وجود أي اتفاق لتجديد عقده حتى الآن أبدى بارشلون في وقت سابق رغبته في الحصول على خدمات ويليان وأشار التقارير صحفية إلى أنه ينتظر صيف المقبل حتى يتمكن من ضمه مجانا لكن شبكة إيسبان العالمية أكدت أن ويليان لا يفكر في الموافقة على الانتقال إلى بارشلون إذا رغب النادي الكتالوني بالفعل في التعاقد معه أوضحت أن الخيار الأول لدى اللاعب صاحب الحديث والثلاثين عاما هو البقه مع تشلسي أي تجديد عقده حيث أنه مقيم في إنجلترا رفقة عائلته يرغب ويليان في توقيع عقد لمدة ثلاث سنوات مع تشلسي رغم أن إدارة الندي لديها سياسة خاصة مع اللاعبين الذين تتجاوز أعمارهم ثلاثون عاما حيث تمنحهم عقودا جديدة لمدة عام واحد فقط كشف التقارير صحفية إسبانية أن غياب الإسباني كبار إزابلانغا حارسي تشلسي عن مباراة الاسترستي الماضية لن يكون الأخير كان فرانك لامبرد المدير الفني لتشلسي قد قرر الدفع بالأرجنتيني ويلي كاباييرو أمام الاستر والإبقاء على كيبا بديلا بحسب صحيفة الموندو دوبرتيفو الإسبانية فإن لامبرد لم يقفي انسعاجه من كيبا الذي احتفظ بشباكه نظيفة خمس مرات فقط هذا الموسم مشيرة إلى أنه على استعداد لتجميده خلال المرحلة المقبلة أشار التقرير إلى أن لامبرد يبحث عن حارسي مرمى جديد يحروس عرينة تشلسي بدان من الموسم المقبل حيث يعتبر الإنجليزي نيك بوب حارسي مرمى برينلي الأقرب للقيام بهذا الدور يعتبر كيبا هو الحارس الأغلى في تاريخ كرة القدم حيث ضمه تشلسي صيف 2018 بقابل ثمانون مليون يورو قادما من أتلاتيك بيلباو يصارع لعب فريق مانشستر سيتي رحم ستيرلينغ الزمن من أجل اللحاق بمواجهة فريق ريال مادريد في بطولة دور أبطال أوروبا يلتق الفريقان في دور ربع نهائي البطولة حيث ستقام مباراة الذهاب في سانتياغو بيرنابيو يوم السادس والعشرين من فبراير الحالي تعرض ستيرلينغ لإصابة في الركبة خلال مواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي ذكرت صحيفة ذاسان الإنجليزي أن رحم ستيرلينغ خضع لفحوص طبية دقيقة والتي أظهرت وجود مشكلة في أوتار الركبة وافدت أنه من المتوقع غياب اللعب الإنجليزي عن اسكاي بلو لمدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة وأوضحت أن ذلك الأمر يعني أن هناك شكوك حول إمكانية مشاركة ستيرلينغ أمام ريال مادريد هذا الشهر في دوري الأبطال وأشارت إلى أنه بالرغم من ذلك فإن رحم ستيرلينغ يصر على استعادة لياقته البدنية السريعان حتى يتمكن من اللعب أمام اللو سيبلانكاس أكدت تقارير صحفية إسبانية أن الدولي الإسباني فابيان رويز لعب خط وسط فريق نابل الإيطالي يرغب في مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ترغب العديد من الأندية في التعاقد مع رويز خلال الفترة المقبلة ومن هذه الاندية فريق ريال مادريد الإسباني وندي مانشستر سيتي الإنجليزي لحسب صحيفة أكداريو الإسبانية فإن السبب مغادرة الدولي الإسباني فابيان رويز هو سؤال نتيجة التي يعاني منها نابلي خلال الفترة الماضية تابعت الصحيفة بعد قرار رويز بالراخيل عن نابلي يجعل ريال مادريد في تجهيز عرض لضمان التعاقد مع اللعب خلال الفترة المقبلة كان رويز قد انضم لنابلي في صيف 2018 ويستمر عقده مع الفريق الإيطالي حتى عام 2023 وشارك دولي الإسباني في 67 مباراة مع نابلي في كل المسابقات تمكن من تسجيل ثمانية أهداف وصناعة خمسة أخرى علق لعب فريق باريس سان جرمان عن خلدي ماريا على تصرف زاميله كيليان بابي تجه المدرب تومستخيل خلال مواجهة فريق مومبلييف دوري الفرنسي كيليان بابي قد ابتغضبه اعتراضا على استبداله في مباراة السبت الماضي في الدوري ورفض مصافحة تخيل أو التحدث معه قال ديماريا في تصريحات نشرتها صحيفة ميروري الإنجليزية إنه أمر صعب للغاية لا أحد يريد الخروج الكل يريد اللعب هذا أمر طبيعي أضف الأرجنتيني بابي يريد التسجيل لكن المدرب قرر استبداله هناك لعبون آخرون على مقاعد البودلاء ويرغبون في المشاركة ولديهم القدرة على ذلك ووصل إمبابي في حاجة إلى تفهم هذا الأمر عزيزي متابع قناة عرب جول برأيك هل سيمنح برشلونة نظيره أتلاتيكو فرصة التعاقد مع راكتيتشا شاركنا برأيك شواركنا برأيك شكرا 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 اشتركوا في القناة